السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وابناتي طلبة وطلبات دبلوم المدارس السنوات السنعية نزام السنوات السلاسة تخصص تركيبات ومعدات كهربية أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج مدرسة على الهواء للعام الدراس الجديد وفي بداية حلقتنا بنرحب بالأستاذ جمال عبدالعزيز خبير الكهرباء في الوزارة الله يخليك الزامر كل سلام حرك طيب إن شاء الله وأبناء وابناتنا كلهم بخير ويا رب يكون أهم سعيدة على بلدنا كلها بإذن الله أستاذ جمال احنا في بداية حلقتنا بنقول لأبناءنا الطلبة كل سلام هم طيبين وعم موفق عليهم إن شاء الله وإن شاء الله في نهاية العام الدراسي كل طالب فيهم وطالبة يقدر حققوا الأمنيات اللي هم بيتمنوها سواء باللتحاق بالتعليم العالي أو التكملة في المجال العملي للتعليم الصناعي بتاعنا أستاذ جمال احنا بصدد الكلام عن تخصص تركيبات ومعدات الكهربية وشرح مواده اللي هي بتوصل لحوالي تسع مواد اللي هي مجموعة المواد الفنية ومجموعة المواد الهندسة الكهربية بتاعتنا في بداية الحلقة وقبل ما نبدأ في شرح أولى المواد بتاعتنا اللي هي مادة الألات الكهربية والوقاية بتمنى من حضرتك تستعلق معنا أسماء المواد اللي عندنا وطبيعة كل مادة عشان أبناءنا الطلبة بعندهم فكرة عن المواد اللي هبداوا يدرسوها السنة دي إن شاء الله إن شاء الله ربنا يكلموا بإذن الله أبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث سنوي الصناعي لقسم التركيبات والمعدات الكاربية يارب يكون عام جديد على بلدنا كلها إن شاء الله كل واحد في نفسه حاجة بالخير إن شاء الله يتحقق وبالعمل والكفاح وبالنسبة لنا لأبناء وبناتنا بالمذاكر طلبة الصف الثالث السنوي الصناعي نظام الثلاث سنوات قسم التركيبات والمعدات الكاربية عندنا حوالي تسع مواد بالنسبة لنا تخصصية غير المواد الثقافية النهاردة إن شاء الله بنشرح مع بعض مادة الآلات الكهربية والوقاية يبقى عندنا آلات كهربية ووقاية عندنا مادة الرسم الفني عندنا مادة تقطيط وإدارة إنتاج عندنا مادة تحكم منطقي اللي هي البروجرام لوجيك كنترول وعندنا كمان مادة إلكترنات القوى عندنا مادة تركيبات كهربية عندنا مادة تطبيقات تكنولوجية اللي يبنوا لعليها مادة الميكانيكا زمان وهي مرتبطة بالرياضة كويس جدا مادة تطبيقات تكنولوجية في عندنا كمان الحاسب الآلي دول حوالي 8 مواد اللي كانوا موجودين عندنا إلى جانب طبعا مادة معمل معمل الآلات الكهربية والوقاية لأن مادة معمل الآلات الكهربية والوقاية هي تعتبر فرع من مادة الآلات الكهربية بس بتدرس لوحدها في معمل الكهربية بجانب التدريبات العملية اللي هي بنقول عليها باللفز الورش ودي بتبقى تكملة المواد النظرية اللي احنا قلناها دي كلها بيتكمل عليها في العمل وكمان نزل لهم السنة دي جميل حاجات جميل معامل وأجهزة جديدة يا رب يا رب ان شاء الله يستفادوا منها ويكونوا أحسن ناس بإذن الله طب أستاذ جمال حضرتك استعرضت معنا أسماء التسعة مهد طبيعة كل مادة مبدئيا عبارة عن إيه؟ يعني مادة الألات القهربية بتتكلم عن إيه؟ ألات القهربية والوقات الزعمر المادة تعتبر زي بقوله أننا بالنسبة لنا في دراسيتنا لقسم التركيبات والمعدات القهربية السنة اللي فات الدرسوا في مولدات الترمستمير والسنة السنة أولى درسوا أساسيات الهندسة القهربية المادة عندنا لآلات القهربية بتاخد المولدات والمحركات بجميع أنواعهم سواء محرك طوافوقي أو محركات السنتاجية الثلاثية الأوجو أو محركات الوجه الواحد أو محرك التوالي العام في بعض الأنواع والمولدات الطوافقية معهم دي مادة الألات مادة الرسم برضو بيبقى فيها برضو جزء مولدات وجزء محركات وجزء كنترول والتحكم وفيه لوحة توزيع وفيه طرق اللف مادة التركيبات الكرابية بتشتمل على بعض الأجهزة ودرستها وكيفية التحكم فيها ودرست الأعطال بتاعتها ونظرية العمل مادة التخطيط وإدارة الإنتاج إزاي بيخطط لمشروع معين إزاي بيبتدي يشتغل فيه في بعض الباب الخامس كمان في بعض المؤيسات اللي هو بيبتدي يأمل مؤيسة كيفية يأمل مؤيسة الجداول اللي بيستخدمها مادة إلكترنات القوة أنا قلت كده مادة الألات والرسم ومادة التخطيط محرك معاي برضه عشان يتطلب أبنانا مادة إلكترنات القوة دي بتدرس حاكمات الجهد المطاردت تدرس العواكس إلكترنات مادة إلكترنات القوة مع مادة التحكم مادتين جمال جدا ويمكن ديم المناهج الحديثة لنزلتها الوزارة على أساسنا تساير التطور العلمي للسوء العمل بالمنهج بتاعنا يعني مادة التحكم منطق المبرمج ومادة إلكترنات القوة نزلين بقالهم حوالي 3-4 سنين دول يعني من الحاجات الجميلة جدا لعملتها الوزارة أنهم حطوا هذه المناهج عشان يسيروا التطور العلمي بتاع السوء مع دراسة أبنائنا وبناتنا ده إلكترنات القوة ومادة التحكم المنطقي المبرمج في مادة التطبيقات التكنولوجية كنا زمان بنقول عليها الميكانيكا اللي هي بتدرس دقاء القوانين نيوتن وواواواوا في معاهم اللي هي الرياضة بس هما فصلوا الرياضة من التطبيقات التكنولوجية اللي هي الرياضة العامة العادية بالضبط المعتادة بتاعتنا بتاعتنا ابنانا الطلبة بيدرسوها تمام في مادة الحاسب الآلي مادة الحاسب الآلي فيها برامج جميلة جدا والبرامج دي أبنانا الطلبة مع مدرسة مادة الحاسب الآلي لو استغلوها في المدارس المناهج بتاعتنا دي هتساعدوا الجميل جدا جميلة جدا من البرامج الحديثة اللي نازلة في الحياة العملية بيدرسها الطالب عندنا في سنة تالتة ومطبعا درسنا في قولة وتانية بعض الحاجات بياخد سنة تالتة بيبتدي يطبق عليها وفي نفس الوقت بتفيدهم ودي الحاجة الجميلة اللي عملتها الوزارة انه بتفيدهم مع مادة الالكترنات القوة ومادة التحكم المنطقي لانه بيطبق برامج الحاسب الالي في مادة الالكترنات القوة ومادة التحكم منطقي المبارد استاذ جمال كده استعرضنا مجموعة من المواد اللي عندنا هي بقى مادة المعمل دي أنا ممكن أقول لأبناء أن الطلبة هي مادة مرتبط في الارتبات كل وجزئ بمادة الألات القربية حتى اسمه معمل ألات قهربية وقوية والمادة اسمه ألات قهربية وقوية هم مرتبطين ببعض عبارة عن مادة المعمل عبارة عن جزء اللي احنا ندرس في الألات القهربية وهنشوفه دلوقتي يعني عبارة عن أجهزة المعمل جزء اللي احنا بنوضيه في مادة رأيات القلبة والوقاية يمكن فيه تعليق كمان احنا بالنسبة لمادة الحاسب الآلي احنا عندنا في مادة الرسم الفني وحتى ابناءنا الطلبة الرسول في سنة تانية الدوار اللي احنا بكوننا بنعملها بتاعت الرسم بدل ما بيرسمها ابناء الطلبة بالإيد لابتدى يرسمها على جهاز الكمبيوتر عن طريق البرامج الحديثة اللي مستخدمة فيه الحاسب الآلي كده يمكن حضرتك استعرض ده مجموعة من المواد او مجموعة المواد اللي احنا بنستخدمها واحنا ليه بنا نستعرض مجموعة المواد اللي احنا بنستخدمها لان احنا مختلفين شوية كتعليم فني او كتعليم صناعي عن الانواع التانية من التعليم لان احنا كل المواد بتاعتنا مرتبطة ببعضها يعني احنا لما هنيجي نشوف السيد جمال دلوقتي لو حضرتك استعرضتنا المنهج بتاع مادة الآليات القلبة والوقاية واستعرضنا منهج هنلاقي الاثنين تقريبا متشابهين ولو دخلنا مجموعة التحكم من المنطقة المباركة أو الألوكتورات الكوة هنلاقي المواد متشابة معنى كده ان احنا مجموعة المواد بتاعتنا مش آلات لوحدها ورسم لوحده الألوكتورات الكوة هي مجموعة مواد متكاملة مع بعضها عشان في الاخر تخرج طالب فني يمكنه الالتحاق بالكليات الهندسية أو الكليات التكنولوجية أو يكمل حياته في سوق العمل المواد زي ما حدك قلت الزعمر بالنسبة لنا في التعليم الصناعي بتبقى محطوطة بمنظومة معينة بتخرج فني كامل يا رب الكلام ده أبنانا وبناتنا ليفهموا انت مش بتاخد دبلوم صناعي عشان تبقى حاصل على دبلوم صناعي انت بتبقى حاصل على دبلوم صناعي وفني فاهم عندك ارتباط بالأكاديمي اللي هي المواد النظرية بجانب التطبيقات العملية سواء مادة المعمل في الألات أو مادة الورش بتطبق هذا الكلام اي نعمش بالصورة الكاملة اللي حتلاقيها في المصانع ولكن بيبقى عندك فكرة بدون انك نازل ما تعرفش دي ايه مادة حفظه بس لا التعليم الصناعي فني فني جميل جدا انك تبقى فاهم المادة العلمية كمادة نظرية ومطبق عليها مطبق عليها بعض الحاجات انت بتكمل هذا الكلام فيه دراستك فيه الكليات الفنية سواء الهندسة او التربية او التعليم الصناعي او المعاهد المتخصصة ثم سوء العمل بالمصانع ودي يمكن الوزارة الجديدة الوزارة التعليم الفني والتدريب جميلة جدا انها ابتدت تربط ودي حاجة جميلة جدا امتدت تربط الطالب الصناعي بالمصانع بتشوف احتياجات سوء العمل فكده معنا ذلك ان انت عايز تخرج له منتج يقدر يشتغل في سوء العمل مباشر فعشان كده المناهج كمان مرتبطة بأس الكلام ويمكن كمان دي اللي عملت انفتاح على التعليم الفني في التخصصات المختلفة انه عندنا بسم الله ما شاء الله ما نقلع الحوالي 40 تخصص فدي ممكن تكافي بلدنا كلها ان شاء الله ويا رب في ازدهار باذن واحد احد استاذ جمال لو ابتدينا نخصص بقى المادة اللي احنا بنتكلم عنها كماده اولى بالنسبة لنا مادة الالات الكهربائية والوقاية اللي هي المادة الاساسية بتاعتنا او المادة التكنولوجية اللي هي الام بالنسبة لتخصص الكهرباء في الصف الثالث المادة دي عبارة عن مجموية ابواب الباب الاول فيها بتكلم عن ما يسمى الالات التوافقية الالات التوافقية بتنقسم لجزئين مولدات التوافقية ومحركات التوافقية وفي الاخر بنسميها الالات التوافقية لان هي عبارة عن الواحدة بعد كده بننتقل على الباب التالي اللي هو باب المحركات الاستنتاجية المحركات الاستنتاجية بنتكامل على المحركات السلسات الاوجه وبننتقل بعد كده لمحركات الواجه الواحد وبنتقل من خلالها بانواحها طبعا من خلالها بندرس المحركات الواجه الواحد بانواحها كلها الاستنتاجية نعم بندرس reflex العام نعم ما يقولت لك عليه محرك التوالي المحركات التنافرية والمحرك الخطي أو اللينير موتور اللي هو يعتبر من الحاجات الحديثة بالنسبة لنا في المحركات يعني حديثة في الاستخدام حاليا حديثة كمان في المنائج الزهور اللينير موتور يعني كلنا بنستخدمه في متر الأنفاة بقى لنا كم سنة وفي حاجات كتير طبعا هو يعني بينلمس يعني هي برضو ارتباط المنهج بالحاجة اللي نزل في السبت بحاجة جميلة جدا انك بتلمس المنهج بالحاجات العملية اللي قدام منك انت مش بتدرس منهج عقيم كلمتين لا انت بتدرس منهج مرتبط بحاجات انت بتشوفها في الحياة العملية ودي حاجة جميلة في الوزارة ان شاء الله نبدأ سيد جمال بقى ونقول الف به مادة الالات الكهربية والوقاية اول جزء عندنا او الاول باب عندنا الباب الذي يطلق عليه باب الالات التوافقية وزي ما انا استعرضت دلوقتي مع حضرتك ان باب الالات الكهربية الالات التوافقية بنقاسم لجزءين بنقاسم الى المولدات التوافقية والى المحركات التوافقية وطبعا بترتيب المبدأ المنهج بتاعنا مشان مع المنهج اللي احنا شغالين فيه هنبدأ بالمولدات التوافقية والسؤال هنا بقى والسان ايه هو المولد بسفعة عامة يعني ان اولى لابنا انا وبناتنا احنا مش IV يا انتو كمان يعارفين بس الزوword عامري بيحاول ان هو يجبع من تحت الصف قالت فيه في المولدات او المحركات هناخدها بابسط القواعد حضرتك عندك بسكليتة في البيت او عجلة صح؟ لما بتيجي تركب العجلة بتقول لك انا الدينامو بيشتغل صح؟ الدينامو ده بينور لك اللمبة وتشوف انت الحركة بتاعتك انت كل اللي عليك انك تبدل وتلمس الدينامو مع العجلة وابتدي النور ينور بتاعك هو ده المولد او هي ده المولدات التزامنية او فكرة مبسطة جدا ان انت تقول ده المولد اضع اللي بينور طب المولد ده بتعمل في اين؟ ما هو المولد؟ المولد انت لما بتركب العجلة بتعمل ايه؟ بتدور الحركة اللمبة بتنور يبقى انت بتعمل ايه؟ بتدي له حركة والمولد تركيبه من جوه او نظريته عامل ده اللي هنقوله يبقى انت كراجل فني بسيط جدا المولد عبارة عن ايه؟ هو قاله تحول الطاقة الحركية او الميكانيكية الى طاقة كرابية يبقى انت قلب فيه انت عارفها شو الزعبري بس بيقول قلب فيه احنا لسه لا انتوا عارفين وعارفين الكلام فبالنسب لك انت دلوقتي قالت فيه بالنسب لك ايه؟ ان ده الدينامو الدينامو اللي هو المولد بالنسب لك عبارة عن ايه؟ اه لا تحول الطاقة الحركية او الميكانيكية الى طاقة كرابية وابسط حاجة احنا قلناها اللي هي العجلة او البسكليتة اللي عندك في البيت ده التعريف يا الزعب استاذ جمال اه لو اتكلمنا عن المولدات زي ما حضرتك تفضلت دلوقتي قلت ان المولد في فكريته البداية زي الدينامو بتاع العجلة نعم زي طبعا لو اكتر شوية هنلاقي فيه مولدات كبيرة بتستخدم فيه اذا كان فيه مصانع او فيه الشوارع فيه اكتر فيه التوربينات فيه اللي بتغذي بلاد بالكامل او مناطق بالكامل لو قلنا الفكرة المبدئية للعمل المولد هي تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كرابية او الطاقة الحركية الى طاقة كرابية دي الفكرة البداية او الفكرة الاساسية حول العمل المولد طب بالنسبة للمولدات نظرية عمل المولد ايه بقى او ايه الاساس بقى اللي هبني عليه توليد الكارابة حددتك احنا بسطنا الامور وقلنا ان هي باسكليتة او عجلة على اساس نعرف يعني ايه نظرية العمل لا لسه احنا قلنا بس يبارة عن فكرة صغيرة جدا ان المولد ده بتاعمل بيه بتادي له حركة بتاخد كرابة لكن ما تعرفش ايه المخصصات او الاساسية او النظرية الاساسية اللي بني عليها يبقى احنا هنقش على نظرية توليد الطيار المتردد نظرية توليد هنتوقف على نظرية توليد تردد على حسب قانون فرضاي وقانون فرضاي اسمح لي بازد عمر اننا هنستخدم ايدينا فيها اللي يعني بنقولها بالمنطوق العلمي اذا قطع وانا يعني ابنائي وبناتي ياخدوا بالهم من حركة ايديا لان احنا هنسأل سؤال وحضرتك برضو هنستعدل للاجابة عليه او هتسأله لي فيما بعد اذا قطع واخد بالاك ابنائي وبناتي اذا قطع يعني انا بحرك صباعي اذا قطع مواصل ساحة مغناطسية يبقى اقولها تاني اذا قطع وانا بحرك صباعي يعني مستابت عشان برضو الكلمة دي هنحتاجها اذا قطع مواصل ساحة مغناطسية فانها تولق قوة دفعة كاربية بمين بالمواصل تكون اكبر ممكن لما تكون زوية القطع كام تسعين درجة ده قانون فرضاي للمولد تمام اللي هو اي تاني اذا قطع كلمة قطع ابنائي وبناتي معناها الحركة معناها الحركة الحركة دي والاستاذ عمران عارف ان هو عايز يسأل السؤال الحركة دي امتى او دي وهو اضرب النبق فاذا قطع يعني الحركة رقم اتنين المواصل رقم تلاتة الساحة المغناطسية حتى تولق قوة دفعة كاربية تكون اكبر ما يمكن لما تكون زوية القطع كام تسعين درجة يبقى احنا عندنا هنا في القانون بتاعنا خمس اشياء الصعبة ده النظرية اللي احنا هنقولها تاني وحنبقينها على شاشتنا شاشة تلفزيون المصري بالكلام بالنص طب نشوف النظرية الاول وبعدين استقطع انا نستطيع حضرتك هتعمل ايه معايا بس هنشوفه في دلوقتي يبقى هنا بنقول نظرية التوليد الطيار المتردد هنقول معايا هنا اذا قطع مواصل خد بالك ابنائي وبناتي اذا قطع مواصل ساحة فانه يتولد بالمواصل قوة دفع كارابية تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تسعين درجة دي على الشاشة انا باستاني باوصاها نسبة بقى مع الشاشة كده ونشوف النظرية نفسها لانه ده اساسي الشغل بتاعنا السناجي كلها النظرية بتقول اذا قطع مواصل اذا قطع مواصل ساحة مغناطسية فانه يتولد به قوة دفع كارابية تكون اكبر ممكن عند زاوية قطع ايه رأيك واستاذ جمال مع بعض كده مع الشاشة هنقول انا هقسم النظرية الجزئين الجزء الاول بيقول اذا قطع اذا يبقى بيشرت علي اذا قطع مواصل ساحة مغناطسية فانه هيرد عليها بقى هيحصلين يبقى لقى جزء الاول اذا قطع مواصل ساحة مغناطسية ادي ثلاث حاجات فانه يتولد قوة دفعة كارابية يبقى هو من النظرية بيديني شروط توليد القوة دفعة كارابية او العوامل بتاع توليد القوة دفعة كارابية يبقى انا لما اجا اقول شروط توليد مش هحفظها بقى اذا قلنا ما هي شروط توليد القوة دفعة كارابية او عشان اولد الكارابية انا محتاج ايه او عوامل توليد القوة دفعة كارابية انا اجبها من المنطوق اللي انا بقوله ده اذا قطع الجملة الاولى او نص الاول اذا قطع مواصل ساحة مغناطسية فانه يتولد بيه قوة دفعة كارابية اذا ذكرت هتنجح يبقى الشرط والجواب بتاعه يبقى الثلاث عوامل قطع وموصل وساحة مغناطسية عشان يتولد عندي قوة ضفعة قربية يبقى لما اقول انا محتاج ايه عشان نولد قوة ضفعة قربية اقول له انا محتاج في الاساس ثلاث حاجات لما زوج قطع سيندي خليها بعد كده لان ده جزء تاني يبقى محتاج موصل ومجال وحركة قطع وموصل وساحة مغناطسية لان يقول له اذا قطع موصل ساحة مغناطسية يبقى شرط توليد القوة ضفعة قربية بصفة عامة في الدنيا دي كلها في الكون ده كله تلات حاجات بالنسبة لي بالزبط قطع وموصل وساحة مغناطسية القطع ده اللي احنا بنسميه الحركة زي ما حضرتك تفضل الموصل اللي هو الاسلاك الكهربية اللي انا بحطها جوال الالة بتاعتي والساحة المغناطسية اللي هي عبارة عن المجال المغناطيسي لو التلاتة دولة توفروا هتتوفر القوة الدفعة الكهربية لان يقول له اذا قطع موصل صحة مغناطسية فانها تتولد قوة دفعة قربية تمام اوستاذ جميل كده اللي انا في انتم يعني اصدقى عامل انت شرحتها كويس جدا تم نقولها في السؤال عشان يساهل من ابنانك ما هي العوامل طاقف عليها استنتاج قوة دفعة قربية في الموصل يبقى لو قلنا جابت سؤال زي كده ما هي العوامل هنقول له واحد قطع اتنين قطع يعني حركة موصلة واحد قطع اللي هي الحركة اتنين الموصل ثلاثة المجال المغناطيسي او جزئه صغيرة ويسيب حضرتك لتعليم بعد كده ان هي تكون اكبر ما يمكن يعني بصفة عامة انا عشان يبقى معاندي قوة دفعة قربية عايزة التلاتة دول امتى تكون اكبر قيمة لها للقوة دفعة قربية لما يكون زاوية القطع تسعين هي شرط الحصول على اكبر قيمة ولست شرط الحصول على القوة دفعة القربية يبقى ابناء انا مع بعض كده شروط الحصول على القوة دفعة قربية أستاذ جمال زينا حضرتك تفضل قطع وموصل ومجال مقناطيسي تمام؟ إنه مشارط الحصول على أكبر قوة دفع كرابية لما يكون زوية القطع 90 طيب أبناء وبناتي لو قلنا هنكمل ما رصد عمر هو طبعا بيشرحها بالتفصيل قوي 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 سنة بسنة يعني زي بقولوا كده بيفتح المسام بتاعة عقلنا بيفصرها نقطة باطة طيب هنبتدي بقى نخش كايننا يعني هنقول أول سؤال كده بنقوله في المنطق اللي ده في موصل أول حاجة قلنا حركة الموصل وحن نرمز لها N تمام؟ رقم اتنين طول الموصل وحن نرمز له L رقم تلاتة كسافة الفضل المنطيسي وحن نرمز له B تمام؟ رقم اربعة ودي اللي احنا بنقولها مش شروط ولكن قيمة القوة الدفع الكرابية حتكون قديه ولذلك بصر السؤال ما هي العوامل توقف علىها قيمة استنتاج القوة الدفع الكرابية اللي هي زاوية القطع طيب سؤالي ما هي زاوية القطع؟ هي الزاوية التي يقطع بها الموصل خطوط الفضل ايه؟ المنطيسي او الزاوية المحصورة بين الموصل وخطوط الفضل تم مرجعنا تاني لأول نقطة العوامل توقف عليها قيمة القوة الدفع الكرابية كلمة حركة معنى ذلك ان حركة الموصل معها زاوية يبقى الزاوية المحصورة بين مين؟ خطوط الفضل والموصل يبقى انا عندي اربع بنود او القانون بيحتوي على خمس بنود حركة الموصل طول الموصل القوة دفع كارابية جيب تمام زاوية القطع البلود اللي قال للأصدر عمر ديت بتقول هو الشروط الشروط الواجب توفرها للحصول على قوة دفع كارابية تمام 3 حاجات أساسية الرابع حسب القيلة اللي يجيب زاوية القطع يبقى طول المواصل او حركة المواصل وكسافة الفيت دي شروط وايضا في الاسئلة اخر العام ما هي العوامل اللي التوقف عليها قيمة استنتاج قوة دفع كارابية برضو نفس الاجابة الكلام ده قانون فرضاي وده الريفرنس بتاعنا او الاساس بتاعنا لتوليد اي قيمة كهربا عايز اولد كهربا عايز استنتيك كهربا هي دي الاساس بتاعي ركز معايا أبنائي سواء للطيار المستمر واحنا درسنا السنة اللي فاتت في مادة الآلات والطيار المتردد يبقى القانون ينفع للاتنين قانون فرضاي سواء للطيار المستمر وده لشروطه وايضا للطيار المتردد وده لشروطه او هنا له عوامله وهنا له عوامله احنا بنحط هذا الكلام ويمكن طولنا في الشر لان الكلام ده حيمشي معنا بقية المنج بالكامل قانون فرضاي لتوليد الطير متردد او اي ان كان لتوليد الطير حيمشي معنا في المنج لهذا الكلام ده التوديه حصي عامل لسيادتك طردته استاذ جمال من العامل اللي حضرتك كلمنا عنها دلوقتي موصل ومجال وحركة نعم بنطلق على الموصل طبعا زي ما نشوف دلوقتي وزي ما حضرتك اتفضل المنتج وعلى المجال اللي هي الاقطاب بس بالنسبة للجزية الحركة دي مين اللي بتحرك فيهم في نوعين طبعا وحتى لك بتسترق يعني او متستقدم ان احنا بعد كده هنقول انواع من حيث الحركة يعني المهم ان فيه حركة سواء المواصل سابت او المواصل المتحرك يعني يا استاذ جمال احنا لو قلنا ان احنا عندنا تلات عوامل مواصل ومجال وحركة انا ما يهمنيش مين فيهم اللي يتحرك يتحرك المواصل ويثبت المجال او يتحرك المجال ويثبت المواصل المهم ان انا اخد شرط الحركة بناء واحد في الاتنين تابير يا حضرتك نقولك المتين دولار على الشاشة عشان ابنانا وبناتنا يوضحوهم كويس ويتم الحصول معنا هنا مع الشاشة ويتم الحصول على نفس النتيجة سواء هنا كهرباء وهنا كهرباء سواء كان المواصل هو السابت والمجال المتحرك او المواصل المتحرك والمجال سابت انا اللي يهمني في كلها الحالتين ان التلات عوامل متوفرين ومنهم الحركة سواء ده متحرك او ده سابت او ده سابت وده متحرك استاذ جمال دايما لما بنشوف حالة عملية برة ما بنلاقيش يقول لنا مثلا ايه اه موصل ويقول مش عارف اكتاب مش هيقول يعني اصل موصل ضعبانة عن مجموعة اسلاك يعني لما بنيجي في المولدات الكبيرة والتوربينات بنقول عليه ايه الموصل ده بنقول عليه وبنقول على المجال المغناطيسي ده ايه كويس يعني حضرتك بتتكلم دلوقتي دلوقتي انا عايز ايه اه انا عايز انتج كهرباء مين اللي هينتج لي كهرباء الفيد المغناطيسي والله الموصل الموصل يبقى الموصل هو المسؤول عن توليد القوة دفعة الكربية يطلق عليه المنتج يطلق عليه المنتج طيب مين اللي هيوفر للفيد المغناطيسي اللي هي الاقطاب ما هم انت بتقول اذا قطع موصل موصل بالنسبة لي انا اخد منه ايه كهرباء مش هاخد من الفيد المغناطيسي يبقى الموصل يطلق عليه المنتج اللي هو بينتج للقوة دفعة الكربية طيب اللي بيوفر للفيد المغناطيسي اللي هي المجال المغناطيسي اللي هي الاقطاب يبقى انا عندي حاجتين المواصل يسمى المنتج على اعتبار انها مجموعة من الملفات ومجموعة من المواصلات والاقطاب الاقطاب بقى فيها كلام تاني ان انا هوفر الفيد المناطيس ازاي تسمى الفيد المناطيس اللي هي القطب الشمالي والقطب الجنوبي على حسب العدد اللي انا عايزه يبقى انا عندي المواصل يسمى المنتج وعندي المجال المناطيس يسمى الاقطاب طبعا استاذ جمال هل المولدات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العملية كلها واحدة يعني المولد اللي هشوف في مصنع هو اللي هشوف في البيت هو اللي هشوف في أمريكا في روسيا في مصر في أي حتة ولا المولدات أنواعها بتختلف أنت عايز تديهم فرشة كاملة على كل حاجة عايز تديها حضرتك يعني تديهم فرشة كاملة على كل حاجة على اعتبار أن أبنائنا وبناتنا يبقى معهم الريفرنس أو الأساس اللي يشتغلوا عليه أبنائي وبناتي يعني هي العملية كلها عملية أنه نحن نضح المنهج بتاعنا ماشي إزاي احنا خدنا نظرية العمل وتعريفه كمان وضحنا لك معنى كلمة موصل يعني منتج والأقطاب يعني فيض مناطيسي طيب هنا بنقول أنواع المولدات أنواع المولدات لو أنت وضحت والأستاذ عمر وضحها في القانون وقاعد يقول لي الحركة وقاعد يقول لي الموصل وقاعد يقول لي أقطاب منصية طيب ما أنت هنا عندك الأنواع المولدات على حسب الأنواع اللي أنت شغال عليه على قانون فرضاي هل المنتج كل واحد المنتج اللي احنا قلنا عليه مين الموصلات تمام هل الأقطاب اللي هو الفيد المناطيس هل كلها واحدة لا طبعا يبقى هنا يبقى عندي الأنواع حسب عندي المنتج اللي هو مين رجال القانون فرضاي اللي هو الطول الموصل وحسب الأقطاب اللي هي مين الساحة المناطيسية تفن الحرك وحسب أنواع الحرك يبقى عندي المولدات بتتنوع حسب القانون انت عايز قدرة قد ايه عايز المكان اللي حيشتغل فيه ايه احنا بدأنا بالعجلة العجلة قدرتها قد ايه يبقى القطب بتاعها قد ايه واسلكها قد ايه طيب عندي منزل عايز اناوره يبقى المولد بتاعه قدرته قد ايه واسلكه قد ايه والاقطاب نوعه ايه ابتريت اكبر عايز مصنع صغير يبقى عايز ذنبه بالنسباني انا ما اتكلمتش لسه على الشبكات شبكات التوليد طيب عايز تغزي منطقة زي جمهورية مصر العربية ابتدينا بالسد العالي وربنا يحفظنا جميع بيه طيب ابتدينا عايز اولد طاقة طيب فيها عندنا في هولندا طاقة الرياح انواع الطاقة المتولدة عشان اولدها لازم اعرف نوع المولد من حيث المنتج من حيث الحركة من حيث الاقطاب افهم من كلام حضرتك ان المولدات بتاعتنا والحضرتك قلته كله من اول حلقة لحد دلوقتي لها انواع مختلفة نعم او عشانه انواع المولدات لازم اقوله من حيث وكاس تمام يبقى عندي طبعا معروف ان عندنا طارق قرابي بتاعنا طارق قرابي متغير وطارق قرابي مستمر تمام طارق قرابي المستمر ده اللي بيستخدم داما في الكترات والمتر والحاجات اللي زيكرة تمام يعني ده استخدامته في الحالة العملية تمام اللي بيستخدم في البيوت والمصنع والطيار المتردد تمام يبقى فيه انواع مولدات يعني فيه مؤلدات تار متردد وتار مؤلدات تار مستمر ادي اول تأسيمة للمؤلدات اول انواع تأسيمة تانية من دامن الحاجات اللي حضرتك قلتها بلدرو قلت انا عندي منتج وعندي اقطاب وممكن وسط الكلام حضرتك قلت ممكن يكون المنتج سابت والاقطاب بتتحرك او المنتج بيتحرك والاقطاب سابت يبقى معنى كده ان انا عندي انواع من المؤلدات من حيث المنتج لو المؤلدات ذات المنتج السابت او المولدات ذات المنتج المتحانة او من حيث حركة الاضارة بتاعتها بقى يعني الحركة دي فيها جزئين يما منتج ثابت او منتج بتحرك ادي تقسيمة والتقسيمة التانية بقى انا بحرك ازاي بحرك بطاقة رياح ولا بطاقة بخار ولا بطاقة ديزل ولا بطاقة مصاقة مياه يبقى هنا من نوع الحركة نفسها يعني مين اللي بتحرك والحركة جاي منين يبقى انا عندي تقسيمتين في الحتة دي تقسيمة مين اللي بتحرك منتج والاكتاب والتقسيمة التانية اللي هي نوع الحركة جاي منين وبعد كده لما نخش جوه الايلة بقى هيبقى نوع الاكتاب نفسها يعني عشان ما نكبرش الموضوع الاكتاب نفسها بالانواحها بتختلف ناخد اول نوع بقى استاذ جمال كده ارى يا حضرتك ان احنا هنبتدي من نوع المنتج وبعدين نشوف نوع الحركة وبعدين لما نخش جوه المولد نوع الاكتاب يبقى احنا مسكنا القانون من أوله إذا وضع موصل فيه إسام أو إذا قطع موصل طيب أبنائي وبناتي تعالوا نشوف أول سؤال في المولدات بعد سؤال ما هي العام الضقفة لها قيمة استنتاج القوى الدفعة الكارابية ما هي أنواع المولدات المتزمنة من حيث المنتج سؤالنا ما هي أنواع المولدات المتزمنة من حيث المنتج أولا ألف مولد يكون فيه عضو للسنتاج أي المنتج ثابت والأقطاب هي العضو الدائر طيب نشوف تاني رقم به مولد يكون فيه عضو الاستنتاج والعضو الدائر والأقطاب المناطسية هي العضو الثابت حيثقنا هذا الكلام يا أستاذ عمر عشان ناخد كل جزئية لوحدها حيثقنا إلى سؤال لماذا يفضل وده السؤال هقوله بسغتين ومع زرة هنقوله مع بعض كده سؤال تمالي أو كان بيجي في الامتحانات يفضل أو علم يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت في المولدات التفقية بسيغة تانية يفضل أن تكون الأقطاب هي العضو الدائر في المولدات التفقية حانين اللي نحن قلنا نوعين منتج ثابت وأقطاب دائرة أو العكس ده أنواع المولد من حيث نوع المنتج السؤال بتاعنا بعديها علل أنا لسه بقوله هو يفضل أن يكون المنتج هو العضو الثابت والأقطاب هي العضو الدائر تمام أستاذ جمال ممكن السؤال ده بيجي بسغة تانية ما هي مازال مولدات ده المنتج الثابت تمام يبقى بدل ما يقول لي علل عشان أبناء أنا طالب ما تحطش المخة أن أنا هيجي علل هجاوب بكده تمام هو ممكن يغير سيغة السؤال نعم ممكن يقول لي أذكر مازال مولدات ذات المنتج السابت تمام أو أذكر مازال مولد ذو الأقطاب الدوارة ما هو مدام الأقطاب الدوارة يبقى المنتج بتاعه سابت تمام إن هي ما هي مميزات المنتج السابت في المولدات التائر المتردد أو ما هي معلل ممكن علل ممكن أقول له ما هي مميزات المولدات ذات الأقطاب الدوارة أصلحنا المفروض أن احنا بنجهز شخص فني فرض فني عامل فني تمام فالمفروض العامل الفني ده بيبقى عنده سرعة إدراك للأحداث اللي حواليه عشان يقدر يتعامل مع الألات اللي بتعامل معها ويبقى إنتاجه سليم أو يبقى تعامله مع الألة صح نبدأ نشوف الأسباب أو صورة تانية التي تؤدي إلى استخدام المولدات مثل المنطج السابت أقصر انتشاراً أو أقصر زيوعة نبقى هنقول السؤال بتاعنا علل يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت والأقطاب العضو الدار في المولدات التافقية السؤال ده من أسئلة المهمة جداً أبناء يا بناتنا يمكن النهاردة بداية الحلقة فيها شوية أسئلة جميلة جداً إن شاء الله بالتوفيق لك جميعاً علل يفضل أن يكون المنتج هو العضو الثابت والأقطاب العضو الدوار في المولدات التفقية طبعا رقم واحد سهولة وتذبيت وربط وعزل ملفات المنتج وعزل أطرافها جيدا حاولي الإجابة الثانية رقم واحد سهولة تذبيت وربط وعزل ملفات المنتج وعزل أطرافها جيدا رقم اثنين نقوله مع بعض رقم اثنين وحاولها مرتين برضا على أساس الناس اللي بتكتب ورانا سهولة الحصول على الطيار الكهرابي المستنتج بجهود عالية من أطراف المنتج إلى الدائرة الخارجية مباشرة طبعا الدائرة الخارجية اللي هي الأحمال لها زي المنازل والمصانب نقوله ثاني سهولة الحصول على الطيار الكهرابي المستنتج بجهود عالية من أطراف المنتج إلى الدائرة الخارجية مباشرة رقم ثلاثة توفير رقم ثلاثة توفير في حجم حلقات الانذلاق وسهولة عذلها جيدا حيث تستخدم لتغذية الأقطاب الأقطاب بطيار مستمر أنا أركز أوي اللي هو دي سيل دايرة كاران ذو جهد منخفض نولا من ثاني توفير في حجم حلقات الانذلاق وسهولة عذلها جيدا حيث تستخدم لتغذية الأقطاب بطيار مستمر ذو جهد منخفض رقم اربعة نقولها مع بعض تاني ودي مهمة جدا ابنائي وبناتي اتذان المولد اتذان المولد وعدم تعرض ملفات المنتج للتفكك نتيجة الحركة الدورانية اللي انا بنسميها في الحالة العملية قوة الطرد المركزية دي الاربع اجابات اللي هي الاجابة على السؤال الظلام يفضل ان يكون المنتج في المولدات التفقية ان يكون هو الوضو الثابت والاقطاب الوضو الداير او ما هي مميزات المنتج الثابت في المولدات التفقية تمام استاذ جمال احنا عرفنا ان المولد في منه نوعين من حيث المنتج مولد زي منتج ثابت ومولد زي منتج دوار وقلنا ما زال المولدات زي منتج الثابت وليه بنفضلها أستاذ جمال الحركة اللي هاجبها للمولد احنا قلنا المولد بتاعنا ده بحول فيه طاقة حركية الى طاقة كهربائية يعني انا بدي له حركة يديني كهرباء زي ما حضرتك تفضلت في اول حالة وقلت بدور العجلة فبتطلع كهرباء عن طريق الدين امو ينور بالعجلة مش كل المولدات تطور بالعجلة عندنا برضو كان اجهزة زمان بنستخدم ان كان بنشوف بعد الافلام اللي هو التليفون بتاع زمان اللي كنا بندوره بيولد كوه دفعة يدور باليد عشان يبدأ يشتغل عندنا حاجات كتير امثلة على هذا المنظر او على هذا التطبيق في الحياة العملية طبعا الحياة الاكبر في بقى منها مولدات كتير وبنسمع على حاجات كتير طول بينات ومولدات وكذا الحركة اللي بجيبها دي ممكن اجيبها ازاي او ايه طرق الحصول على الحركة اللي تخلي المولد بتاعي متوفر له شرط الحركة عشان ابدو رؤلت كل دفعة كاربائية ابناء وبناتي لو استاذ عمري بيختبر زكائك يعني الهي سهر قدو فرضاية احنا قولنا انواع المولد من حيث المنتج المنتج اللي هو مين طول الموصل فاكرين انواع المولدات توقيف حيث نوع المنتج خدنا منتج ثابت وهو منتج دايل وقالنا مميزات تاني السي Colorado بيختبر زكاءنا هنا بنقول انواع المولد من حيث نوع المنتج اللي هو حسب قانون مين؟ فرضاية رقم اتنين المواعي للمولدات من حيث نوع الحركة احنا مركزين معا قوي احنا مش نسينا الزعامر احنا صحيحين من اول السنة يبقى اول حاجة من حيث نوع المنتج اللي هو طول موصل رقم اتنين من نوع الحركة اللي هو اذا قطع شفو انا عملت اصباية تاني اللي هي الحركة هل جميع المولدات في العالم بتدور بقالة واحدة استحالة احنا كمصريين وربنا يحمينا دايما يحمي البلد اول نوع عندنا اللي هي ايه مساقة المياه السد العالي كلنا عارفينه السد العالي يبقى طاقة الوضع دي اول نوع من انواع الحركة ده انا لو حتى معرفش حاجة بقرابة انا بفتاخد بهذا السد العالي ان اول انواع الحصول على الحركة لطاقة الوضع مساقة اه مساقة اللي هي السد العالي في اصواب دي اول حاجة وزعمر لنجاوبتها السؤال لان دي موصليتنا بتحكم علينا طيب نقول بقى السؤال عشان وزعمر عايزي الاجابة مباشرة طرق الحصول مولدات الطاير المتردد على الطاقة المحركة اللي هي ما هي انواع المولدات التوافقية من حيث الآلة المديرة تعالوا نشوف طاقة الوضع أول حاجة على طول طاقة الوضع عن طريق مساقط المياه رقم اثنين الطاقة النووية وإحنا بنتوسع فيها الرئيس كمان بيقول يشوف الضبعة على أساس ان احنا نستخدم الطاقة النوية التوليد الكهرباء ونوفر الطاقة الكهربية كتير رقم ثلاثة طاقة الرياح ودي بتعتمد على طاقة الرياح ودي يمكن مش مستخدمة في بلدنا كتير ومستخدمة يمكن بنقولها كده باللفز القروي طواحين هولندا هولندا فيها طواحين الهواء كتير جدا رقم تعالى بقى يمكن ان انا قلت هنا بعض الحاجات الزعمر بس دخلت على المناظر يعني دخلت على الحاجات اللي هي المولدات ودي يمكن برضو حاجة الزعمر جميلة جدا ان احنا جايبين لهم بعض اشكال المولدات في الحالة عملية ابنائنا وبناتنا احنا قلنا الكلام في بداية الحلقة احنا بنحاول نربطك بسوء العمل يعني انا جاوبنا على مساقط المياه وطاقة النووية وطاقة الوضع وطاقة الكلام من ده كمان من الداتا اللي مش مهندس حاططها ان هي بنقول احنا بنربط ابنائنا بالسوق العمل طيب احنا عملين نتكلم عملين نتكلم فين يعمل الحاجات دي بقول الزعمر بقى يبقى 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 يلنا الصور اللي موجودة على الشاشة ودي كالترخير ان هو يعني تقف فيها شوي استاذ جمال قبل ما نخش على صور اللي على الشاشة برضو اللي هات تخدمنا في جزء بتاع المانها البتاعنا طبعا احنا من عندنا من ضمن التقاط اللي بيستخدمها طاقة الشمسية في توليد القوة الدفعة الكهربية نعم ودي يمكن ابناءنا طلب احنا ديناه لهم في الصف الاول او اللي اقول الطاقة الشمسية لتوليد القوة الدفعة الكهربية هيا بس انا عايز اقوله على حاجة انا ما بقولكش طرق الحصول على القوة الدفعة الكهربية انا ما بقولك طرق الحصول عشان ما تقولش اه الطاقة الشمسية راح يتفيد الطاقة الشمسية طرق الحصول على القوة الدفعة الكهربية انما انا بقول طرق الحصول على الالة الحركة نعم في فرق ما بين اتنين الطاقة الشمسية طريقة من طرق الحصول على القوة الدفعة الكهربية وعندي حاجات كتير ما يحصل منها على القوة الدفعة الكهربية منها البطاريات العمود الجاف والبطاريات القروية والبطاريات الحمدية اللي احنا بنستخدمها فيه العربيات او في السيارات بتاعتنا او اللي احنا بنستخدمها فيه الرديو والتلفزيون والاجهزة الصغيرة والساعة اللي هي الحجارة او حجر البطارية او الحجر الجاف الى جنوب العمودة البسيطة اللي احنا كنت بنستخدمها دي من طرق الحصول على قوات دفع قربية انما انا دلوقتي بتكلم عشان محدش من ابنانا الطلبة stink الطاقة شمسية طرق احدى طرق الحصول على قوات دفعة الكهربية ولا احدى طرق الحصول على الحركة المسببة لتوليد القوات دفعة الكهربية نبدأ بقى ننقل على الجزء اللي بعد كده مع بعض كده برضو استاذ جمال ابننا الطلبة يقولك ايه طب ده لبشوف مولد اللي هو بتاع العربية ده اللي قد كده او الدينما اللي في العربية اللي قد كده وبشوف بتاع العجل الصغير وبعد كده فيه مولدات كبيرة عندنا في المعامل وفي الورش وبنسمع عن حاجة اسمها تربينات احنا جايبين مجموعة من الصور اللي بيتبين يعني شكله ايه انا مش هتبين له التربين لانه طبعا صعب جدا ان احنا هنبدأ ندرس له تربين في المرحلة ديت شكل التربين ده عبارة عن ايه ده ممكن يبقى كبير جدا اكبر من ما هو متخيل يبصر الصد العالي التربينات المولدات عشان نشوف نعود ابننا الطلب على اشكال الحاجات دي بتاعتها وتفضل استعرض لنا اشكال التربينات والمولدات القربية المستخدامة ابنائي وبناتي احنا بنستعرض هذا الصور على اساس نربطك بالحالة العملية كراجل فني المنظر بتاعنا وبسطناها بس اللي هي بتاعتنا ومبتاعت العجلة كان صغير جدا انت يعني خد ده لك ده نموذج مصغر جدا 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 لابسط قواعد توليد الطاقة القربية تعالوا نشوف مع بعض بعض الصور الطبيعية اللي احنا بنشتغل بها والبلد كلها بتشتغل بها في الحالة العملية احنا عندنا تربينات وترق توليد كبيرة جدا ومختلفة تعالوا نشوف مع بعض مع شاشة التليفزيون المصري شاشتنا هنا بنقول بعض الصور فيها يعني ده احد التوربينات ومولدات التوليد الطاقة القربية في احد المصانع او في احد المحطات لتوليد الطاقة القربية طبعا الحجم بالنسبة لك انت متتخضش ولكن هي النظرية واحدة ولكن بتكبير بعض الحاجات الدينوم الصغير اللي قد كده الحركة اللي قد كده لقى بتكبر وتبتدي تاكل طاقة تانية فيه صور تانية يمكن عالطبيعة بقى التوربينا التوربينا بقى قد ايه بتدور ازاي يمكن حتى طبعا العمال شغلين هنا بس شغلون و المكنة وقفة أو المولد وقف والحركة يعني مش شغلين وهم جو ه RudIT كمان شغلة تبقى مشكلة بالنسبة لنا تدريح نعم اليه طاقة بالنسبة لنا تخيل عمود الدوران اللي انت بتمسكه في الورشة او في المعمل بص عمود الدوران ايه و تتخيل ان انت يعني في الورشة حاجة صغيرة او في المعمل حاجة صغيرة لا بص قد ايه لحق الاحجام وبرضو بنأكد ان هي النظرية واحدة ولكن بنختلف في الاحجام بتاعتنا القدرات اللي احنا عايزين لقد ايه الاماكن المستخدمة فيها قد ايه طيب دي صورة كمان بقى مصغرة لمولد بقى يعني احنا برضو مش هنقول ولكن هنقرب وجد النظر الزهامر شوية في مولدات اللي بتساعدها في الافراح اه لا با هو ده مختلف المولد المعروض على الشاشة قدامنا ده احدى المولدات المتزمنة او تزامونية هيقول لي ايه ما احنا بدرش تقدر التوافق هو المولد التوافق هو المولد التزاموني المولدات المعروضة قدام المعروض معنا ده هو مولد تزاموني او مولد توافقي موجود عندنا في المعمل وابنانا طلبة بالشغل عليه مولد تاني ومولد توافقي برضو وشكله مختلف وحجمه اصغر بكتير من ده بس الاتنين في الاخر هو عبارة عن مولدات بتولد قوة دفعة كاربية زي التروبينات اللي احنا كنا نسا عارضين صورها دلوقتي اللي برضو في الاخر هي عبارة عن قلات بتولد قوة دفعة كاربية طيب لو منظر تاني اصد عمر هنا بالنسبة لنا وده برضو موجود في الحالة العملية بس ايه اللي اختلاف ما بينه وبين اللي قدامه هنا اخدوا لكم ابنانا وبناتنا انا هشاور على الموسية هنا فيه اجهز القياس تبين الانبير اللي طالع اللي هو شد الطيار تبين الفولت اللي انا طالعه من المولد تبين القدرة بتاعت قد ايه قيمة طيار الحملة قد ايه المسحوق يعني احنا بنوري بعض الاشكال المختلفة عشان ما تتخضش لما تيجي تشتغل في الحالة عملية طيب لو خدنا منظر تاني لمولد ده يمكن اكبر شوية وحجمه اكبر تربين ماجري ده يطلق عليه التربين الماجري يعني هو حجمه اكبر نوع من انواع التربينات برضو بس مختلف عن الانواع التانية اللي احنا كلمنا عنها وبرضو كلها بتدور في فلك الات تقوم بتوليد القوة الدفعة الكهربائية او تساعد على توليد القوة الدفعة الكهربائية برضو التوضيح كده كويس الزامري على اساس ان احنا نبين لابنانا مش هو نمط واحد صغير اللي انت شافه في الكتاب عندك او شافه في المعمل او شافه في الورش لا احنا بقولك فيه اشكال كتير جدا ما تتخضش لا كلها نظرية واحدة كلها يعني زي بقولوا انت بترسم كتير لكن الخط انت عارف ورايح فيه بالضبط تمام طيب لو شفنا شكل تاني معنا ايه رأيكم في الشكل دوت كده مجموعة من الالات الكهربائية وبرضو فيها بعض المولدات والمحركات وكلام منه طيب ايه رأيكم في مجموعة تانية هنا بقى ده مقطع لالة كهربائية ممكن تشتغل كمحرك ممكن تشتغل كمولد ودي بس كتفسير انك ما تتخضش الالة مهما كبر حجمها او صغر كلها واحدة كلها واحدة الصغير زي كبير النظرية واحدة والتركيب تقريبا بيبقى بيبقى بعض المتغيرات الصغيرة تعال نشوف تاني بقى هنا حاجة تانية احنا بقى خلعنا الالة مش خلعنا لا فكناها عشان بنقولش خلعنا لا فكناها من جوه بيناك الملفات جوه عاملة ازاي طبعا احنا هنقول التركيب ده بالتفسير الممل المبينة بتاعتنا طب احنا جايبين هنا يعني ابناءنا على طول سرعونا يعني زاكروا بدري شوية ده محرك استنتاجي قف السنجاب يا سيدي عارفين وعارفين ان انتو بتزاكروا بدري احنا بنقول الشكل من جوه ايه النظرية عبارة عن ايه لا احنا بنقول لك من جوه عبارة عن ايه شكل الملفات بتاعت الالة جوه بيبقى عامل ازاي في العيد السابت بتاعها احنا بنبين بس بنوضح ان الالة من جوه شكلها ايه ما تتخضش لا الحاجة اسهل مما تتخيل بالنسبة دي بالنسبة لنا ازاي عامل كان بعض الاشكال ويمكن فيه شكل كمان اللي هو يعني زا بقولوا ايه قطاع في الرسم وديه واضحة شوية قوي لو قلنا الغطائين الجانبيين عمود الدوران شكله ايه المبينة ذات نفسها طبعا ده اللي قالك عربية محرك استنتاجي قفص سنجاب وحنقول فيما بعد الروزيتا اللي بره اللي حضرتك بتوصل بيها اهي الروزيتا اللي انت بتقضي مثلا تحط السلكة المدرج بتاعك اللي انت بتحط عليه الحاجة بتاعتك اللي هتشتغل بيه ملفات اللي جوه اللي هي ملفات العضو السابت من جوه عامل ازاي عمود الدوران اللي هي شغالة عليها نظامها ازاي الشكل العام مش هتقول لي لونها ازرق لا ما فيه الوان كتير لكن هي بنقولك الشكل العام حتى الروزيتا فيها الغطى مخلوع او متعرب بالنسبة لك حلقة الحلقة دي ممكن تعلق المولد او المحرك في مكان تنقله من مكان لمكان تشيله الشكل بتاعت التزبيت يعني انت عايز تثبت القاعدة بتاعت الهيكل بتاعتك عايز تثبته في نوع معين محطوط القاعدة بتاعتك هنا والمسامير هنا تثبت وتربط الكلام ده التصميم بتاعتك او الديزاينر بتاعتك هل معلق انت هتشغله في حتة فيها هوائي او كلام من هل هتثبته في الارض هل هتثبته على تازجا الكلام دي يعني بالنسبة لك بيبقى عبارة عن انت فنياتك فين احنا بنيوضح لك الصورة انت فنياتك انت هتخط المطور ده معلق طب خد بالك هو معلق في حلقة تعلقها منها طب انت هتثبت المكان ده افقي ولا رأسي هتثبته ازاي لا اخد بالك ان احنا عندنا قواعد تثبيت الكلام ده كله كفنيات حضرتك اللي انت تعلمتها من مدرسنا وهم افاضل تقريبا كلهم باذن الله في الورشة وفي المعمل طب النظرية لو حصل عط ده بقى اللي احنا بنقول لك عليه الفنية بنقول نظرية العامل كذا التركيب كذا بيدارب كذا طب السلك بيتلف منه كذا الكلام ده كله في التركيب احنا بنديلك مناظر عام وشكل عام وفرشة عام للمانهك كله او للمادة بالكامل انت خدت فكرة عامة تعال بقى خشي كراجل فني هتبتدي تعرف دي ايه وبتتركب من ايه ومحطوطة ازاي طب لو حصل عطل هنا العطل ده جام مين الشكل العامل اللي احنا موضحينه على شاشتني هنا شاشة التلفزيون المصري بنبينلك الاجزاء العامة للآلة سواء محرك او مولد مع النظرية الاساسية اللي أنا باش مهندس قاعد يقول اذا وضع والحركة والمواصر والساعة منصية وكمان قلنا انواع الآلة المديرة وقلنا انواع المنتج مين المنتج السابت ومين المنتج الدائر سيد جمال استعرضنا جزء كبير في المولدات في البدايتها قلنا كلام وخدنا مجموعة من الرسومات تعبر عن المولدات والتوربينات الجزء اللي أنا عايز اسأل عنه او الشهير بالنسبة لنا بقى دايما بنقول ان لما بنجي نولد قهرب عندي طهار متغير وطهار مستمر طهار متغير بنقسم لجزئين طهار متغير الواجه واحد وطهار متغير سلاسي الاؤجو انا افضل اولد طهار متغير سلاسي الاؤجو والاوجه واحد اتفقنا من دراستنا من خلال السنة اول او سنة تانية ان احنا بنولد الطهار المتردد سلاسي الاؤجو افضل لنا مش هنقول المزال ان الكلام ده جزء من الصف التاني من دراستنا السابقة في سنة اولة وفي سنة تانية طب الطهار المتردد شكله ايه شكل موجاته ايه وعبارة عن ايه الطهار المتردد ده بالرسومات حتى نستعيد الزاكرة عشان نبدأ نبني عليها اللي هنشتغلوا ان شاء الله السنة دي في المولدات في المحركات احنا هنشرح منك سنة تانية كده لا مش هنشرح هنستعيد بس الزاكرة طيب ابناء بناتي منك سف الثالث اللي هو التسولاسي الاؤجو احنا خدنا في سنة تانية توصلة النجمة وتوصلة الدلت انا بذكر بس الثلاث اوجو ومتفقين ان الزاوية بين كل وجه والاخر مية وعشرين درجة وشوفنا رسمة او شكل الموجة الجايبية مش هنطول مع بعض ولكن زي ما قال بش مهندس عمر عايزين نتذكر شكل الموجة الجايبية وازاي الملفات بتتوصل ونوصل سلكة ايه مع سلكة ايه وتلات اوجو تبش معنا زاوية مية وعشرين طب ايه رأيكم نشوف هذا الكلام مع شاشتنا شاشة تلفزيون المصري بداية ان هي ايه رأيكم الشكل يبين ايه تلات موجات لتلات اوجو الزاوية بين كل وجه والاخر مية وعشرين درجة زاوية دائرية تلتمية وستين درجة تلتمية وستين درجة تلات اوجو لو احنا شفنا على الشاشة هنا بالنسبة لنا لو خدنا بلنا هنا مية وعشرين وهنا الصفر التاعي وهنا المتين واربين خدنا بلنا تاني ادي الصفر التاعي اللي هو الاي واحد ثم اي اتنين مية وعشرين ثم اي تلاتة ميتين واربين لو انا جمعتهم التلاتة مع بعض زاوية دائرية مقدارها تلتمية وستين درجة اركز اوي 360 درجة بالنسبة لي هي الزاوية الدائرية اللي بتخش فيها عدد الاوجو سواء وجه واحد او ثلاثي الاوجو طب تعرف بص هنا للرسمة بتاعتنا اي واحد بالنسبة لي هنا ادي ال180 سليم يبقى هنا التسعين ودي المية وتمانين الوجه التاني يبدأ بعديه بكامل لو انا لاحظت هنا دي كام 90 بعدها بتلاتين درجة يبدأ بداية الوجه التاني ويكمل طب انت لو لاحظت التاني دي بداية الوجه الاول خلاص ودي هنا هنا نهايته فين الوجه التالت يبقى الوجه التالت هيبدأ من هنا ال اي بالنسبة لي يبقى انا عندي اي واحد و اي اثنين اي ثلاثة ثم اي اثنين المجموعة بتاعهم 360 درجة زي ما هو مباين على يعني شكل الساعة في قدام طيب استاذ عمر لو انا وضحناها بالشكل اللي على الشاشة ده ان انا عندي اي واحد بالنسبة لي ثم اي اثنين ثم اي تلاتة الفرق بين كل وجه والاخر 120 درجة جات منين اسمنا ال 360 على التلت ملفات او التلت اوجه طلت الزاوية 120 الكلام ده بيبقى هنا استرجاع لاني بنقول ان انا عندي الزاوية الدائرية 360 درجة استاذ جمال يبقى معنى كده ان انا لما باجا اولي الطيار متردد سلاسي الاوجه بيبقى المفروض عندي تلات مجموعات من الملفات او تلات مجموعات من الاوجه اول وتاني وتالت بحط بين كل وجه والتاني زاوية 120 درجة زي ما حضرتك تفضلت بحيث ان لما يدولوا تلاتة اوجه مع بعض زي نقول للريشة كده الريش بتاعت المروحة يبدأ تولد لطيار متردد سلاسي الاوجه واحنا اتفقنا ان احنا بنفضل استخدام التالي المتردد سلاسي الاوجه وزي ما قلنا برضه في السنين السابق هنقولها في سنة تانية انا بفضل لما باجا وصل بوصل اما نجمة اما دلتا وقلنا توصيل الدلتا ليها المميزات وتوصيل الدلتا ليها المميزات ودي ليها استخدامتها ودي ليها استخدامتها بالجوز الذي احنا شرحناه ده estrадantis جمال يبقى احنا اتكلمنا عن المنهة بصفة عامة اتكلمنا عن المولدات او الالات التوافقية وقلنا الالات التوافقية تنقسم لنعين مولدات التوافقية ومحركات التوافقية بداية المنهج بتاعنا بيتكلم عن المولدات التوافقية اتكلمنا عن المولدات التوافقية كبداية ايه هو المولد فكرة عمله تعريفه او نظرية اللا ايم عليها انواع المولدات بجيب الحركة بتاعت المولدات منين بداية ان شاء الله بعد كده احنا واقفين كده عند تركيب المولدات بالجزء اللي احنا شرحناه دوت النهاردة نكون استوفينا الجزء اللي احنا المفروض نشرحه عن مولدات الطير المتردد او مادة الالات القرابية والوقاية وبنوعد ابناءنا الطلبة ان شاء الله في الحلقات القادمة هنستكمل ان شاء الله شرح مادة الالات القرابية والوقاية مع باية المواد التانية المصاحبة زي مادة الرسم الفني والمواد الاخرى وبالجزء اللي احنا شرحناه نكون وسيلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا وفي نهاية الحلقة بشكر للأستاذ جمال عبد العزيز وبشكر أبناءنا الطلبة على حسن استماحهم ومتبعاتهم لينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته